ده المحور الأولاني المحور الثاني هو صناعة هدف مشترك بقى ده إيه اللي حاصل؟ ده مساحة مشتركة بيمرسوها مع بعض لكن ده هدف مشترك وإنه يحصل بينهم تفاهم متعاون وغزل كمان يغزلوا مع بعض حلم أو هدف مشترك ويتعاونوا فيه ممكن يكون لواحد منهم أو ليهم هما الاتنين أو للأسرة في المستقبل مثلا يعملوا مع بعض يتعاونوا مع بعض في اتخاذ قرات متعلقة بالحياة الزوجية زي الأهدف الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والدينية كمان يعني كمان أهدف دينية آه أهدف دينية أنا عايز أبطل إن أنا أبقى إنسان بتعمل مع ربنا بالرعب أنا عايز أتعمل مع ربنا بالأمان يقول لها توكلنا على الله إيه اللي حاصل؟ تعالي دايما أنا أذكرك بإني الله سبحانه وتعالى رطيف بعبادي وإنتي كمان تفكريني إني إيه؟ تفكريني أليس الله بكافر عبدا ودايما نبقى إحنا اتنين نقعد مع بعض ونذكر الله سبحانه وتعالى فالله خير حافظاه وهو أرحم الراحمين وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان خير معلم لنا وهو أعظم من علمنا مهارة صناعة مشترك سواء في المساحات المشتركة أو في الهدف المشترك فكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في المساحات المشتركة بيشارك زوجاته في أعمال البيت وهو حضرة النبي كان متعود أنه دايما يصنع المشترك مع أي حد بينه وبينه علاقة زي الصحابة ييجوا يعملوا عمل فرسول الله سلم يختار عمل من الأعمال اللي بيعملها الصحابة لكن في البيت كان الرسول الله سبحانه وسلم لدرجة العمل المشترك بقى إيه اللي حاصل؟ فلما سألوا عن حاله كان في مهنة أهله يعني بيشارك معهم في عمل المنزل طيب وإذا كان هو بقى عمل تاني إضافة يعمله كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرفق ثوبه صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم بقى في كمان في مساحة المشتركة يسابق السيدة عائشة في الجاري فمرة يسبقها ومرة تسبقه فكان بيشاركها حتى لعب الأحباش وشوف حتى المشاركة توصل إلى إيه؟ توصل إلى شيء عجيب قوي حاجة ممكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملها في الخلوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم متعود على الخلوة ده أول عهده بالوحي كان في الخلوة لما نزل عليه سيدنا جبريل وقال أقرأ كان في الخلوة ومع ذلك صلى الله عليه وسلم لما زوج السيدة عائشة بقيت عبادته فين؟ كان يقرأ القرآن في حجر السيدة عائشة يا ها؟ للدرجاتي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعلمنا مبدأ وقضية العبادة المشتركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى لما الصحابة كانوا يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدث حادث القف قال لا تحدثوني عن عائشة فإني لا ينزل علي الوحي إلا وأنا في حجرها إيه ده؟ يبقى رسول الله عايز إلا حاصل تسمع السيدة عائشة ده فيبقى في مساحة مشتركة مساحة اسمها مين؟ مساحة الوحي وفي الأهداف بقى المشتركة أنه صلى الله عليه وسلم كان واضح بقى لهدف المشتركة وماذا؟ احتضان المؤمنين فاحتضان المؤمنين ده هدف مشترك هدف مشترك إيه اللي حاصل؟ جات آية سورة الأحزاب وبينته الهدف المشترك هو احتضان واحتواء المؤمنين فالله سبحانه وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وهدف التاني واشتركت معها زوجاته فبقت زوجاته أمهات المؤمنين فكانوا عونا له في طريق الله ولزيك ما كناش نستغرب وزوجاته أمهاتهم فما كناش مستغربين أن السيدة المسلمة تشير على حضرة النبي فحضرة النبي دي مساحة إيه بقى؟ ده هدف مشترك أن نحن نحافظ على المؤمنين ونرعاهم فأشرت عليه فنجا المسلمون وإيه اللي حاصل؟ وحلت قضية مسألة العمرة فذبح رسول الله سلم وحلق فذبح المسلمون وحلقه ببركة ستنا ومسلمة إيه اللي حاصل؟ المساحة دي مساحة الأهداف إنه هو فيه هدف إنه إحنا نرعا المسلمين نصون المسلمين نحافظ عليهم فكان عدف مشترك طب المهارة دي محتوى واضح إنها مهارة مهمة أوي في البيوت مهارة هتخلينا إيه؟ هتخلينا ننجو من مشاكل كتيرة ومن تحديات كتيرة أو أي حاجة زي كده يتبقى محتاجة لنا نتضرب عليها طب نتضرب إيه اللي هنتضرب عليه؟ أول حاجة نتضرب أول خطوة لازم نتضرب عليها عشان نحصل نحصل على المهارة دي إيه هي؟ تحديد نتعلم جزء من هذه المهارة تحديد المساحات والأهداف المشتركة والاتفاق عليها يعني الزوجين عليهم إنهم ما يحددوا بيحبوا يتشاركوا في إيه؟ طبعاً هو كل واحد عارف بيحب تكون خصوصيته في إيه بس هو لازم يبين لشريك حياته ويعودوا ويتفقوا هم ما بيحبوا يشتركوا في إيه؟ سواء زي ما قلنا ممكن يكون ده في المساحات المشتركة أو كان في الأهداف المشتركة فلازم كل واحد فيهم يحدد يحب يتشارك في إيه؟ سواء زي ما قلنا ممكن يكون بيدرسوا يدرسوا حقاً مع بعض أو إلي حاصل أو ينموا مستواهم التعليمي أو الاجتماعي وممكن يكونوا هم الاتنين بيحبوا الأعمال الخيرية مثلاً فلما يحبوا الأعمال الخيرية إيه اللي يحصل؟ يبقى إذن يشتركوا في الأعمال الخيرية مع بعض يشتركوا في الأعمال التطوعية زي مثلاً إطعام الطعام أو يتطوعوا في مؤسسات العمل المجتمعي وكل ده يكونوا معاً بس أهم حاجة في تحديد المساحات المشتركة بقى إن محدش يطلب من التاني إن يتنزع عن شيء